هذا واربكى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وتعين مدير المخابرات المركزية مايكل بومبيو اربكى حزابات النظام الايراني ويرى النظام بان هذا القرار اشارة على تصميم الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني لم يكن نظام الولي الفقيه بهذا الضعف من قبل فقد باتت ابسط الموجات السياسية تهز اركانه وتقلب موازينه رأسا على عقب وذلك نظرا لما الحقته به الاحتجاجات الداخلية الرافضة لسياساته التخريبية والتي انتشرت بشكل غير مسبوق في ارجاء ايران مما ابعف شوكة النظام ليغدو نظاما هشا يذروه تغيير وزاري في دولة اخرى تبعد عنه اكثر من 11 الف كيلومتر في قارة هي الابعد عن حدوده الجغرافية ويولد تخوفا حكوميا واسعا واضطرابا في تصريحات ادارة الحكم المتضعضع في طهران فقد اربك قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باقالة وزير خارجيته ريكس تيليرسون وتعيين مدير المخابرات المركزية السيا اي اي مايك بومبيو اربك حسابات ايران التي راهنت الى حد كبير على خلافات داخل البيت الابيض حول ملف الاتفاق النووي الذي يعد ركيزة اساسية لنظام الولي الفقيه للسعي لتنامي مشروعه التوسعي في المنطقة فقد كان تيليرسون لين الموقف قليل الحزم غامضا تجاه رئيس بلاده الرافض لأي فكرة توسعية للنظام الولي الفقيه في المنطقة وتيليرسون لم يبدي موقفا حازما ازاء برنامج ايران للصواريخ الباليستية والذي اعتبره ترامب انتهاكا صريحا للاتفاق النووي دونالد ترامب سبق وان اعلن وبصراحة عن خلافات عميقة بينه وبين وزير خارجيته السابق حول نظام الولي الفقيه والتي كانت من اهم اسباب اقالته من منصبه كممثل لسياسات الرئيس الامريكي الخارجية ولكن طهران بهشاشتها السياسية الحالية والاوضاع الامنية الملتهبة في الداخل الايراني اثر بها هذا القرار الامريكي ورأت بان اقالة وزير الخارجية الامريكي وتعين مايك بومبيو المعروف بمواقفه المتشددة ضد طهران والاتفاق النووي اشارة الى رغبة امريكية ملحة لاعادة ترتيب البيت الداخلي بشكل يقف بكل حزم ضد سياسات نظام الولي الفقيه في هذا المجال وبدأ الارتباك في اروقة الخارجية الايرانية يجري مجرى الثورة في شوارع ايران فتارة يخرج نائب وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي ويؤكد ان نظرية التآمرية ضد نظام الولي الفقيه وان اقالة تيلرسون من منصبه هي تصميم على الانسحاب من الاتفاق النووي وتارة اخرى يغرد دبلوماسي باسم وزارة الخارجية الايرانية برهام قاسمي ليحاول حفظ ماء وجه نظامه ويخفف من وطأة تعيين مايك بومبيو وزيرا جديدا للخارجية الامريكية والذي وبلا ادنى شك بحسب المحللين سينفذ سياسات الرئيس ترامب الرافضة لسياسات النظام الايراني الحاكم حاليا لم يكن اختيار ترامب وزير خارجيته الجديد مستندا الى توقع لحظي بقدر ما هو ناتج عن دراسات مستفيضة مبنية على قاعدة الحد من تباين الموقف بين البيت الابيض والخارجية اذا الملف النووي الايراني فبومبيو ابدى سابقا مواقف اكثر تشددا من مواقف سلفه تيلرسون تجاه ايران والالتفاق النووي والصواريخ الباليستية وذلك ما سيضعف شوكة ايران ويضعف الميليشيات المتطرفة في المنطقة والتي تتغذى على هامش التطرف الايراني والفساد الاقتصادي في طهران شكرا